توسمعت وجهة نظر للكباتن عادل بوبكر سمير في جزئية الدفاع الموضوع ربما يتعلق بتركيز اللاعبين لكن هذه الحالة تكررت في أكتر من مباراة بأخطاء تصفها حتى الجماهير بأنها أخطاء بداية في مباراة الملعب الليبي في أكتر من مباراة في مباراة بوسليم في أكتر من مباراة على أكتر من مباراة لازم مدرب يخدم على الجانب الدفاع هنا نرجع لنقطة معالجة المدرب وهنا نرجع لنقطة تانية تقول لي في هذه الواقع أو في هذه المباراة يتحملها اللاعبين لكن تكرار هذا الموضوع إذا فيه خلل عندك ما اشتغلتش عليك لا شوف مؤيد دائما حتى بوكرنا بك تجربة لما يبدأ عندك استقرار في اللاعبين في التشكيلة اللاعبين يصلوا لدرجة الانسجان بحيث أن المدافعين يكون عندهم انسجام وتخاطب داخل الملعب ويعرفوا بعضه مكويس رأوا هذا شيء يعطي قوة لخط الدفاع ولكن احنا نشوفنا الاتحاد في المباراة السابقة دائما ما فيه متغيرات على مستوى التشكيلة خاصة الخلفي يعني دائما فيه متغيرات اليوم نشوفوا حشود غضوة ما نشوفوش نشوفو العمامي طلال ستوبر يلعب كعمق غضوة نشوفو طلال يلعب كظاهيري صار شوفنا سويري شوفنا يعني الأسماء يعني التبادلت بشكل كبير في موسم واحدة لفريق الاتحاد هذا ما كناش نشوفو فيه في السابق طيب بو بكر قبل ما نمشي للستاذ عبد الرحيم ناخذ مننا الخلاصة اللي شافها من هذه المباراة شن تعليقك على جزئية الاتحاد يتقدم ويفقد الهدف واللي انت بديت بها وقلت لا هو يتحمل مسؤولية اللاعبية شوف أنا طبعا تابع في الاتحاد الموسم هذا الموسم كلها يعني شوف نعرف فريق الاتحاد كيف يلعب كيف اسلوبه الاتحاد عمره ما كان يلعب بـ 3-5-2 أو 3-4-3 دائما متفوق في الـ 4-4-2 والـ 4-2-3-1 سواء كان برأس حربة واحد أو بمهاجمين اتنين هذا الاتحاد نعرفنا يعني من يوم ما يعني اسلوب لعبة هيك يلعب على اللعب المواشر اللي ما نشوفوش فيه في فريق الاتحاد الموسم هذا هو اسلوب الضغط العالي مش موجود في فريق الاتحاد واحدة من الأسباب اللي خلت ان الفرق كلها تطمع في فريق الاتحاد انه هو يقبل في اللعب خاصة حتى مع الفرق الأقل منه بشكل كبير يعني من نواحي الفنية ومن الأسماء يقبل في اللعب ويقبل في الأهداف هنا شين يعني؟ يعني ان الفريق قاعد من النواحي التكتيكية يبيش خدمة من ناحية الضغط العالي هذي مش موجودة في فريق الاتحاد ونفس الشيء التركيز التركيز يعني حتى على خط الدفاع أحيانا عندهم دور كبير بس أنت نسيت نقطة مهمة تكلمت عليه جوانب تكتيكية والتركيز ونسيت العنصر الأهم واللي هو أنت بروح وقلت للتحاد 3-5-2-4 فيه تناقضات فيه أسماء أنا جايك في الكلام فيه طريقة لعب تتبدل أنا جايك في الكلام هي أدوات أنت تخدم بها الموسمات أنت جمال الخميش أحيانا ما جلت له عليه جمال الخميش يستلم الفريق بالعناصر الموجودة قدامه صحيح أنه عنده يجتهد أنه يحاول يصلح من الفريق لأنه هو مخداش اللاعبين مجابش اللاعبين هو وفي نفس الوقت جاي في فترة يعني يعتبر فترة إياب يعني مازال ممكن سبعة واثمانية مباريات للفريق على مستوى الدولي يعني أنك أنت باش ينجح الفريق ويمشي بأسلوبك يحتاج دي وقت بكل صراحة يعني فريق الاتحاد من بداية الموسم أنه هو غايب عليه الحس التكتيكي من ناحية هذه من ناحية الضغط العالي وغايب عليه التركيز دائما ما يقبل الهداف ودائما ما هو يسجل ويرجع عليه فهذه حتى اللاعبين ليهم دور لأدوات مهم جدا إذن لابد من أن نسحبوا كلمة اللاعبين وتقعد الإشكالية في هذا الإطار لا لا مشترك شو رأيك يا عادل لا مشترك أنا نشوفها التكتيكية لدوات هي اللاعب يتحكم فيك نوعية اللاعبة فيه لعبة لغطة هذه من مسؤولية مدرب ولا لعبين لا هي مسؤولية مشتركة ما تكلمنا من بداية في بعض الأحيان لما يدخل فيك هدف بداي وقل التركيز ويضاعة فرصة سهلة هذه مسؤولية لعب لكن لما تكون تشكيل وتكون طريقة لعب مرة توجيش معك ثلاثة أربعة ثلاثة وثلاثة خمسة أثنين ولما تتكرر فكتور مبارا مسؤولية مني كيف يعني تتكرر لما تتكرر هذه الواقعة وهذه الحالة ونفس اللخطة تكون مسؤولية مني تظل مشتركة أكيد لأن المدرب لا خم فهمني لأن المدرب وضع على التشكيل باهي لكن اللاعبة اللي موجودين أنت مثل اليوم قلنا توقعنا يلعب مثل التهامي يلعب الخوجة يلعب بعض اللاعبين هاد اليوم ما همش موجودين مؤيد وما ننسوش نوعية لعب بقيمة الربيع شادي ما هوش متواجد مع الفريق كان أحد نقاط القوة في الفريق معناها الفريق حتى اللاعبة اللي غادروا مؤيد ما كانتش التعاقدات في المراكز بنفس قوة اللاعب ننهي هذا الجدل في هذا الموضوع ما حاجة مهمة هي أهم شيء ولازم نقولها يا أخي مؤيد أنت تلعب أمام الأمام الأولمبي اللي دائما أمام لاهل والاتحاد مستحيل أنها تكون مباراة سهلة لا نحن نستفكر نحن نحن أمالات أخرى هذه خلينا نتكلم علاها لازم نتكلم علاها لأن الأولمبي في تاريخها على مستوى الدوري الليبي عمر مكان فريق سهل أمام الأهل والاتحاد آه دخطة بالكرة في ليبي اليوم جاي يحاول بقدم كان أنه يربح الاتحاد مش حاجة سهلة حتى يفنفس الشيء يعني أنت وصلت سجلت هدف في وقت مميز جدا يعني شين دور المدرب هو يغير أسلوب اللعب في المباراة في نفس المباراة خبرتها صعب اليوم شوفوا بعض الفرق اللي هي ماشية بشكل كويس نفس الأسلوب ونفس المنظومة تتغير اللاعبين لكن يقعد نفس الأسلوب و بنفس المنظومة فتنجح ليش لأن اللاعب الليبي صعب أنه يغير لك أسلوبه من المباراة المباراة أو في نفس المباراة في وقت واحد طيب كباتل إنتوا جاوبتوني الكابتن بوبكر أشرت للب الموضوع إذن نقطة تحسب لحمدي بطاو أنه خدم على التركيز وعاد التركيز واستطاع أنه يعود في المباراة وهذه نقطة تحسب للمدرب أيضا في هذا الإطار السيد عبد الرحيم أعتقد أن الأولمبي اليوم وضعيته تعتبر صحيح هو بحمدي بطاو وصل للمراد أنه يهرب من مناطق الهبوط أو ما إلى ذلك خصوصا أن هذا الفريق يصنف من الفرق الأبطال في دورينا الاتحاد خلى فيه نوع من الإطارة بالنسبة للجدول الترتيب شوف مؤيد أنا ما قدرش تكلم في الأمور الفنية لهذا السبب أستاذ عبد الرحيم زملاء أشبعون لكن خلينا نقول لك أنا كصحفي ممترح لا أستاذ عبد الرحيم لا فنيا رأو يقول لك رأو فنيا رأو والله تحت الهواء والله يعني أقول لك مبكر وستبيل رأو يقول لنا في نقاط معناه معناه يهرب بالتحليل فني أستاذ عبد الرحيم لا هارم منه لا هارم منه لا هارم منه احتراماً ينخنين لا عندنا بيقول لو ما عندنا بيقول طوال أنا كصحفي متابع اللي تم في نادي الأولمبي مش عبارة عن تغيير اسم مدرب بمدرب الأولمبي مع حمدي بطاو شكل وترتيب ونتائج وتنظيم آخر حقيقة أنا الحقيقة لجهدها اللي وصلها بالنسبة لفريق الاتحاد أنا نتكلم في العموم فريق الاتحاد في موسم السنة دخل منقوص بثلاث نقاط بعقوبة مسبقة تمت غير جهز تدريب الإدارة لم تجهز الفريق بشكل كويس للموسم الرياضي من خلال نقصد التعاقدات كثير من الأسماء اللي تلعب في فريق الاتحاد أنا أتفق مع عادل الكابتنا عادل الخمسي أتفق معها ليست في مستوى انهاية تحقق طموح جمهور الاتحاد لكن مع هذا الاتحاد بطل الصبر الاتحاد الآن بنسبة 80% 70% إن كان مش أكثر في الكرسي السوداسي قد لا ينافس على البطولة قد تأتي فرق أقوى منها عندها مستعدة أكثر منها في البطولة وتنفس منها لكن عادة الفرق الكبيرة فريق الاتحاد موجود في الدوري بشخصيتها شخصية الاتحاد الفرق الكبيرة تعرف كيف تكون عندها حضور في اللوقات الصعبة صحيح وهذا هو ما يميز الاتحاد يعني الاتحاد في مباراة في تنافسها كثير من الناس ممكن بداية الدوري تذكر مؤيد في واحدة من الحلقات كثير من الناس كانوا يقولوا والله الاتحاد سيكون خارج السوداسي لا الاتحاد هو الآن بنسبة 80% بطن المنتز برغم هذه الظروف تغيير جهاز تدريبي في نص الدوري ونعرف أن تغيير جهاز تدريبي دائما له لأثار مخاطر اللاعبين ما استقرش تغييرات كثير من الأسماء ماهيش في مستوى طموح جمهور الاتحاد مع ذلك شخصية الاتحاد حاضرة روح الاتحاد حاضرة في المنافسة وهذه هي الأندية الكبيرة ونحن يعني تشوف في الأزمات دائما الروح تكون موجودة يعني حقيقة ما يعاني الاتحاد سوى كان من ناحية حتى تمويل المالي في قصة العقود اللاعبين والامتيازات في عقود اللاعبين ماهيش بهذاك ضخامة لكن فريق الآن موجود وموجود بقوة ومنافس بقوة وبنسبة كبيرة هو له قصة من كراسي الستة والمنافسة في السوداسي حقيقة وهذا وهذا اللي خلاك سيد عبد الرحيم في ضل التدبدب أنت أعتقد أكثر المحللين اللي نسألوا فيك نقولك كيف تتوقع شكل السوداسي تقول الاتحاد رح يتدارك أكيد تشوف الأندية الكبيرة شوف الأندية الكبيرة ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة وذات الألقاب وذات قادرة على لملمة جراح يعني مهما تعرضت تجربها السابقة تستطيع عندها عندها الزاد البشري وعندها الخبرة وعندها التجربة وعندها الروح اللي تمكنها أن هي تعبر وتمشي نحو الأفضل أكيد